أحسن الله إليكم المرسل جاء سليمان جالو بن عبدالله من غينية مقيم بالرياض بعد عدد من الأسئلة يقول في أولها هل جاء في السنة المطحرة عن أذكار نرددها أعداد معينة أو محددة كسبعين مرة أو مئة مرة أو ألف مرة كما رأيت في بعض الكتب تذكر لأسباب مختلفة ترغمنا باستعمال المسابيح أم ذلك غير وارد؟ أما استعمال المسابيح من باب اعتقاد الفضيلة فيها وأن استعمالها مشروع فهذا لا يجوز وهو بدعة أما استعمالها مع اعتقاد أنها ليس لها فضيلة وإنما القصد الاستعانة بها على عدد التسبيحات أو التهليلات أو أنواع الذكر فلا بأس به إذا لم يعتقد فيها فضيلة ولا أنها مشروعة وإنما تستعمل من أجل العد فقط كما يستعمل الإنسان الحصاء للعد ويستعمل أصابعه للعد كذلك المسبحة ولكن الأفضل أن يسبح المسلم بأصابعه لأن الأصابع مستنطقات ويحركها بذكر الله عز وجل وأما أعداد الذكر فيقتصر على ما ورد في الأحاديث من قال لا إله إلا الله مئة مرة غفرت له ذنوبه في اليوم مئة مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر بعد الصلوات المفروضة يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمده ثلاثا وثلاثين ويكبره ثلاثا وثلاثين ويقول تمام المئة لا إله إلا الله لأولى شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فالواجب عليك الرجوع إلى كتب الأذكار الصحيحة مثل كتاب الأذكار للإمام النووي وكتاب الوابل الصيب للإمام ابن القيم وكتاب الكلمة الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتحفة الأخيار للإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فهذه الكتب هذه كتب صحيحة وألفها أئمة مشهورون ويعتنون بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالرجوع إليها نعم